أفادت السلطات الروسية بأن هجوماً أوكرانياً قتل شخصين في مدينة بلغورود الروسية عند الحدود مع أوكرانيا بدورها قالت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت ثلاث مسيرات وصاروخاً باليستيان تكتيكياً من طراز توشكايو فوق منطقة بلغورود الروسية وخمس مسيرات فوق منطقة كورس إلى ذلك قال حكم منطقة سمارة الروسية أن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت مصفاتين نفط طبيعتين لشركة روزنفت المملكة للدولة في المنطقة دون التسبب في وقوع إصابات توشكايو هو نظام إطلاق صواريخ متنقل مصمم ليتم نشره مع الوحدات القتالية البرية الأخرى في ساحة المعركة بعض التفاصيل عن هذا النظام نستعرضها في هذا التقرير يمكن استخدام الصاروخ الباليستي توشكايو لضربات دقيقة على أداف تكتيكية مثل مراكز السيطرة والجسور ومرافق التخزين وتجمعات القوات والمطارات كما تتميز منظومة الصوريخ من نوع توشكايو بقدرتها على حمل أنواع مختلفة من الرؤوس المتفجرة يصل وزها إلى أكثر من نصف طن كما ينفجر فوق الهدف بستة عشر متراً ما يخلق قوة تدميرية عالية صاروخ توشكايو يمكن إطلاقه بسرعة كبيرة ويمكنه لفلات من أعين العدو فهو يحتوي على أكثر من خمسة عشر ألف شضية هو مجرد صاروخ تكتيكي ما يعني أنه لا يطير بعيداً حيث يبلغ مداه مائة وعشرين كيلو متراً وتقدر دقته بشكل أساسي بأقل من خمسة وتسعين متراً ورغم أن إنتاجه بدأ منذ خمسة وأربعين عاماً فإن النظام الصاروخي توشكا وفق خبراء عسكريين هو حالياً أحد أكثر الأنظمة فعالية من فئته شهد اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية الروسية هجمات سبرانية فقد أعلن حزب روسيا المتحدة الحاكم أن جميع خدماته الإلكترونية تعرضت لهجوم سبراني واسع المطاق مضيفاً أنه علق خدماته عبر غير الأساسية لصد الهجوم بدورها قالت شركة روس تليكوم الروسية للاتصالات أن البلاد تعرضت لأكثر من مائة وستين ألف هجوم إلكتروني على الموارد الانتخابية في اليوم الأول من التصويت يبدأ السباق نحو اعتلاء كرسي الرئاسة في روسيا في ظل وجود أربعة متنفسين على هذا المنصب المرشح الأول والأوفر حظاً هو الرئيس الحالي فلاديمير بوتين هذا الرجل البالغ من العمر 71 عاماً والآتي من أروقة جهاز الاستخبارات الروسية كي جي بي اعتلى سدة الحكم في روسيا منذ بداية الألفية الثالثة وحتى الآن فيما تولى رئاسة الحكومة مرة واحدة ولفترة قصيرة وبموجب التعديلات الدستورية يحق لبوتين بعد انتهاء ولايته العام الجاري الترشح لفترتين إضافيتين لكل منهما ست سنوات أي أنه مرشح للبقاء سيداً للكريملين حتى عام 2036 على الأقل وقد اختار بوتين هذه المرة الترشح لانتخابات الرئاسة كمستقل وليس مرشحاً عن حزب روسيا الموحدة الحاكمة يأتي في المرتبة الثانية من قائمة المترشحين للرئاسة فلاديسلاف دافانكوفا وهو نائب رئيس مجلس الدوم الروسي وعضو حزب سياسي يدعى الناس الجدد يبلغ 40 عاماً وهو من أشد المؤيدين لقرارات الرئيس بوتين فيما يتعلق بغزو أوكرانيا وقد سهم كذلك في المصادقة على قرارات ضم دونيتسكا ولوغانسكا الأوكرانيتين إلى روسيا أما المرشح الثالث فهو ليونيدا سلوتسكي زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي القومي المتطرف والموالي للكرملين ورئيس كتلة الحزب ورئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدومة يبلغ هذا المرشح 56 عاماً وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد وقد تدرج في مناصب حكومية ومثل روسيا في عدة وفود رسمية لمجلس أوروبا وفرنسا والشيشان كما يملك سلوتسكي حضوراً بارزاً في المؤتمرات والمنتديات الدولية المهتمة بقضايا البيئة ومكافحة تغير المناخ يأتي المرشح الرابع في الانتخابات الرئاسية ليبرز على الساحة السياسية في روسيا مجدداً وهو نيكولايا خاريتو نوفا البالغ من العمر 75 عاماً واختاره الحزب الشيوعي مرشحاً رسمياً لمنافسة بوتين في هذه الانتخابات ولد خاريتو نوفا تاريخ سياسي في روسيا فقد ترشح ضد بوتين في انتخابات الرئاسة عام 2004 وحينها لم يتمكن من الحصول سوى على 14% من أصوات الناخبين هذا ونددت الأمم المتحدة بإجراء الانتخابات الرئاسية الروسية في مناطق أوكرانية تحتلها روسيا روسيا's intention to conduct presidential elections from today 15 March until 17 March in areas of Ukraine under its control are unacceptable The UN human rights monitoring mechanism in Ukraine has documented that past so-called referenda and local elections have been conducted in a coercive environment Under international humanitarian law, the occupying power, in this case the Russian Federation, is obligated to uphold the laws of Ukraine in the occupied territories تجذب روسيا عشرات الطلاب العرب سلويا أربعة آلاف طالب عربي يتلقون تعليمهم في جامعة الصداقة بين الشعوب في موسكو وقد اختاروا البقاء فيها رغم تدعيات الحرب الأوكرانية المزيد مع موفدة الشرق إلى موسكو ميراشا غازي هنا جامعة رودن أو جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا عمر هذه الجامعة أكثر من 60 عاما فقد أنشئت في الحقبة السوفيتية عام 1960 ورغم التقالبات السياسية والأمنية الكثيرة التي عشت هذه البلاد أصبحت هذه الجامعة الأولى عالميا من حيث التنوع الطلابي تضم هذه الجامعة طلابا من 162 بلدا أربعة آلاف منهم من العرب غالبيتهم من السوريين والمصريين والفلسطينيين واللبنانيين أيضا نزورها اليوم لنتحدث إلى بعضهم بين جدران هذه الجامعة تلقى الآلاف من الطلاب العرب تعليمهم في مجالات عدة أسباب كثيرة جعلت روسيا وجامعاتها طيلة العقود الماضية الخيار الأولى لهؤلاء يفسرها التاريخ والحاضر معا هي أنا جاءت لروسيا كزيارة في البداية الحكم أنه كان الوالد يشتغل هنا في السفارة وأنا كنت ندرس في ليبيا في 2019 صارت عندنا حرب فاقترح علي الوالد تكمل يدرس هون درسته من السن هذيك اليوم نهاده وأنا في روسيا يمثل سهايب عشرات الطلاب العرب الذين وجدوا في روسيا بيئة حاضنة رغم التحديات الكثيرة التي تفرضها ثقافة والجغرافيا لغة كانت صعبة علي في البداية صعبة جدا عرفت روسيا حالة من الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بعد انتهاء حقبة تسعينيات التي تلت انهيار الاتحاد السوفيتي في عصرها الحديث كان المنعطف الكبير عام 2022 الحرب الأوكرانية غيرت وجه العالم ورسمت حاضرا ومستقبلا جديدا لروسيا كيف يعيشها الطلاب العرب وين مشاكل واجهتني كطالب الحقيقة هي تحويل المال يعني من بلادي لروسيا ولا من روسيا لبلادي قبل كنا عن نظام السوفت فهذا ممكن اكتر شيء تعبي لكن في الاجواء العامة بالعكس ما تغير شيء لربما هي مفارقة كبيرة ان يصبح البلد الذي حمل راية الصداقة بين شعوب العالم عبر احد اكبر صروحه التعليمية بلدا شبه معزول ومطارضا بالعقوبات من الدول الغربية الحرب الروسية الاوكرانية حاليا تشبه يعني امطاولة وحاليا ما فيش اي حل جدري في القصة لكن انا ما نشعرش بقلق لو تخرجت من جامعة روسية حي تأثر عطيها مستقبليا حتى لو كانت خرج روسيا حتى لو كانت دول اوروبية يعتبر الطلاب العرب في روسيا من اكثر الفئات تأثرا من عكسات العقوبات الغربية التي تلت الحرب الاوكرانية منذ عامين وفي وقت يبدو فيه افق حل الازمة الاوكرانية مسدودا يختار معظمهم البقاء في روسيا من اجل استكمال تعليمهم على الرغم مما يمكن ان يحمل لهم المستقبل في روسيا وخارجها ترجمة نانسي قنقر